وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا قلت له لا تفسد في الأرض يا أخي أقول لك أبدا أبدا إنما نحن مصلحون لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك من دون ربا بالعكس بالعكس أصلا هذه البنوك مشان تحرك الدورة الاقتصادية في العالم هذه القروض الربوية بالعكس شان تنعشكن طالب جامعة هلأ بس يتخرج فورا بيعطوه بيت وبيعطوه سيارة وبيعطوه عيادة وبيعطوه مكتب ما في شيء بس وقع إنك أنت استلمت هذا القرض قرض وبترده هيك يعني شو أربعة بالمئة ثلاثة بالمئة وعلى هينتك وإذا بهذا الإنسان يصير عبدا للمصرف للبنك طيلة حياته طيلة حياته بل تستعبد دول بالقروض الربوية أمريكا أرادت أن تنزل قواعد أمريكية لضرب أفغانستان فالشعب الباكستاني والبرلمان الباكستاني قالوا مستحيل مستحيل لدون أفغانستان جيراننا مسلمون ونحن باكستان مسلمون معقول ننزل الأمريكان لحط قاعدة عسكرية لضرب الأفغان أبدا لا نرضى قام الحكومة الأمريكية قالت لهم خير مثل ما بتريدوا بس إذا سمحتوا في قروض نحن مدينين كونياها مع فوائد الربوية عطونا يا هلا عاد المجلس إلى الاجتماع أنه يا جماعة بدون هدون بدون مصري فقالوا الله نحن ما معنا مصاري خير إن شاء الله لكن نزلوا نزلوا هالقواعد العسكرية والله يغفرنا الذين يعيثون فسادا في الأرض ليسوا من المؤمنين ليسوا من المؤمنين الذين يرمون في البحار الفاكهة والبن مشان ما ينزل سعره بالعالم ليسوا من المؤمنين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال أعوذ بالله إنما نحن مصلحون يا أخي مشان مصلحتكم يا أخي لا تنشروا الفحش شو فحش يا أخي بالعكس بالعكس أنتوا تركوا علاقة مفتوحة بين الشاب والبنت من صغرون انشوروا المدارس المختلطة من الصغر بتعود هالشاب يعود مع هالبنت بيقوم خلص بيكبروا مع بعضهم البعض وكتير أمان بس صاير فيكم أنتوا المسلمين بتفرقوا بين هالشاب والبنت فيشتاقوا لها وتشتاقوا إليه لذلك لما عم بيشوف عم يقع بالحرام أما أخي خلي من الصف الأول يكون اختلاط والصف السادس اختلاط والصف العاشر اختلاط والصف البكالوريا اختلاط والجامع اختلاط عادي ما بيصير أي مشكلة بالعكس بيصير فيه عفاف وطهر في المجتمع طيب ولماذا الزنا واللواط والشزوز والفحش موجود بالعالم الغربي والعالم الشرقي ولماذا تباع النساء في الشرق صار فيه رقيق أبيض ببيعه نسوان لماذا؟ مدام إذا الاختلاط بسكن هذه الشهوة الموجودة في الداخل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله عز وجل قال أصدر قرارا ألا إنهم هم المفسدون كلما اقتربت من شريعة الله أيها الأخ فأنت تقترب من الصلاح والإصلاح كلما ابتعدت عن شريعة الله والانضباط بها اعتقادا وسلوكا فأنت الحقيقة تبتعد عن الصلاح وتقترب من الفساد وإذا قيل لهم طيب آمنوا كما آمن الناس طيب شوف الآخرين شوف الله أكبر يا أخوان مرات الذي يعني يغرق في الكفر أو في النفاق يطمس على قلبه لأنه في قلبه مرض إذا قيل له آمن كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء نحن من طبق تاني نحن طريق تاني نحن نتعامل إذا تعاملون بالدين بطريقة تانية ممكن نفكر أما هؤلاء الناس سفهاء سفيهوا الأحلام بعيدوا التفكير قليلوا التفكير نحن لا نرضى أن نكون مثلهم بزمناتهم المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ترى نحن نؤمن لك لكن لم تقعدنا مع هؤلاء بلال وطلحة وسعيد هؤلاء الناس يعني هؤلاء من عامة الناس من سفهاء الناس نحن نريد أن نؤمن نؤمن لكن نحن لا تعملنا شيء خاص لأننا نحن لدينا مستوى غير هؤلاء السفهاء أم الله عز وجل قال ألا إنهم هم السفهاء السفيه من يعصي الله المجنون من يعصي الله قليل العقل من يترك أوامر الله عز وجل يا أخي من أعلم أنت لما الله عز وجل عجيب عجيب أن يأتي إنسان يريد أن يخطئ القرآن الكريم يخطئ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخطئ أحكام الشريعة تقنين الإجهاد في سفه ولكن لا يعلمون تقنين شرب الخمر وفتح محلات بيع الخمر فيه سفة ولكن لا يعلمون تقنين الزنا ولكن لا يعلمون تقنين الإختلاط سفة ولكن لا يعلمون سألوا الأساتي اللي بدرسوا في المدارس المختلطة تسألوهم اللي حاطت أولاده بمدرسة المختلطة يسأل الأساتي يجيب هيك السفهاء بينه وبينه يقول له حكي لي كيف العلم الموجود قال إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لكن إذا خلوا إلى شياطين شياطين الإنس أو شياطين الجن لما بيعدوا مع فريق مع المجموعة اللي مثلون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله جاوب ورد قال الله يستهزئ بهم يعني يعاقبهم من جنس فعلتهم هم يذهبون باتجاه يظنون أنفسهم رايحين باتجاه الخير وإذ نازلين إلى وادي سيدق رقبتهم الله يستهزئ بهم ويمدهم عند كلمة يمدهم في وقف أيها معنى يمدهم يعني يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم هذه سنة من سنن الله تعالى في الأرض في بعض شباب فينا في بعض رجال مننا في بعض نساء بيقول يا أخي ليش الله عز وجل معم يهلك الظالمين هذه عادة الله عز وجل مع الفاجرين عادة الله مع الظالمين عادة الله مع أهل النفاق والكفر أنه يمدهم في طغيانهم يعمهون هلأ أنا اللي بدي استفيد بآخر هذه الجلسة أنا لازم راقب حالي إذا أنا كنت مع الله عز وجل أمشي مثل ما يريد وجاءتني نعمة فسأحمد الله بس هلأ إذا أنا أخطأت مع الله المتوقع لازم أكل عقوبة فإذا جاءتني نعمة أنا أخطأت مع الله جاءتني نعمة هلأ لازم أبكي لازم خاف لازم يتزلزل قلبي ليقوم استدراج أنا أخطأت الله بعت لي النعمة وارجع إلى الله عز وجل لازم ترجع لازم التوب لازم تقول دخيلك دخيلك يا رب أنا لن أرجع إلى ما أخطأت توبي فإذا رجعت فأنت فهمت عني الله عز وجل بسألة الحية إذا العبد ما رجع الفتاة عم تعصي الله وعم تجي يا نعم تقول لك شوفها كله نعم أي أبي بيحبني وهي في مصاري وهي في جاء وهي في عز حتى نجحت وطلعت من المتفوقات ديري بالك يا بنتي إذا عم تعصي الله عز وجل إذا رأيتم الله يعطي العبدة ما يحب وهو على معاصي فعلموا أنه استدراج ديري بالك يكون من جماعة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال المفسرون كلما أحدثوا معصية أحدثنا لهم نعمة والله بتخوف يا أخوان أنت عم تصي الله عم ينعم عليك هلأ أنت لازم تفهم عن الله وتقول له خلاص توبي يا رب أنا لن أعود بس إذا ما فهم العبد أنا من خاف ونمدهم في طغيانهم يعمهون